اهلا بكم من جديد. قال مصدر من غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق الليبية في المنطقة العسكرية في سبهة. قال للجزيرة أن قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر حاولت الدخول إلى معسكر غرفة العمليات المشتركة في مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا. وأضاف المصدر أن خمسين سيارة تابعة لقوات حفتر تمركزت في منطقة جرمى شرقية أوباري. ثم تقدمت إلى المقر التابع لحكومة الوفاق. حيث حدثت مناوشات بين الطرفين. تأتي هذه التحركات العسكرية عشية عقد مجلس النواب الليبي. جلسة رسمية تهدف إلى تصحيح وضعه وإنهاء الانقسام وتعديل لائحة أو لوائحه الداخلية. بما يسمح بإجراء انتخابات لرئاسته. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراطة. العميد عبدالهاددرا. المتحدث باسم غرفة عمليات سرط والجفرة. أحييك سيادة العميد. وأرجو أن أستمع منك لمعلومات دقيقة. ما الذي حدث في أوباري؟ وما الوضع الآن؟ مساء الخير لكل مشاهدي قناة الجزيرة مباشر. كما أسلفت في تقريرك أن هناك مفاوضات وأن هناك اجتماعات تقام في عدة دول من العالم لغرض. وقف الاقتتال في ليبيا والصلح والاتفاق عملية خمسة زياد خمسة. نشاهد قوات المتمرد خليفة حفتر التي لا تريد السلم. لا تريد أمن. ولا تريد استقرار ليبيا اليوم. تخترق الهدنة. تخترق كل اتفاقيات. وتقوم فجر اليوم بالهجوم على معسكر في مدينة أوباري. تابع لحكومة الوفاق الوطني. وتحاصر هذا المعسكر. ولكن القوات المتواجدة داخل المعسكر استطاعت صد هذا الهجوم. من تم انسحبت ميليشيات حفتر خارج المعسكر. وحسب المعلومات الواردة من هناك. قد أمهلت قوات داخل المعسكر بالانسحاب وتسليم المعسكر والهجوم عليها مرة ثانية. وهذا دليل آخر وشيء قطعي. بأن هذا المتمرد وقوات المتمرد خليفة حفتر لا تريد السلم ولا تريد اتفاق. السؤال أخي الكريم الذي يطرح نفسه الآن ويوجه الأمم المتحدة. ما موقف الأمم المتحدة الآن بعد خرق هذا الاتفاق. وخرق اتفاق 5 زياد 5. التي ينص على وقف اطلاق النار. هذه قوات ميليشيات حفتر تقوم بخارج هذا الاتفاق. وتقوم باللجوم على أحد معسكرات حكومة الوفاق الوطني. سيادة العميد. قبل الهواء كنت أشاهد إحدى القنوات التي تبث من الإمارات. كان هناك خبر أنه بالفعل حفتر قد استطاع السيطرة على المعسكر في أوباري. فهل هذا كلام غير صحيح؟ لم يتأكد هذا الكلام بعد. قوات المتمرد انسحبت خارج المعسكر وتمركزت في الجبال. وهذا الكلام مساء هذا اليوم. القوات المتواجدة داخل المعسكر رفضت تسليم المعسكر. ورفضت تسليم أنفسهم. ولكن لم يستطيعوا الدخول إلى المعسكر إلى حد الآن. طيب. هل سترسلون أي قوات تفك الحصارة عن المعسكر أم لا؟ نحن كغرفة عمليات تأمين وتحرير سورة الجفرة. تخصصنا الجهة المخول لنا بالسيطرة عليها. والتحرك في طارها. نحن نتبع حكومة. نتبع رئيس تركان عام ووزارة الدفاع والمجلس الرئاسي. من اختصاطنا سورة الجفرة. أما الجنوب الليبي بسببها. من غيرها هذه الأمور ترجع. قياد الأعلى لجيش الليبي. رئيس المجلس الرئاسي. ولا سيد وزير الدفاع. ورئيس الركان العامة. ما يرونه. ملاسب سيقومون به. لماذا تحديدا هذا المعسكر في أوباري الذي تحاول قوات خليفة حفتر الاستلاء عليه؟ يحاول من خلال ذلك وبعد رسالة للمجتمع الدولي العالم بأنه مازال متواجد ليحي العالم بأنه قوة موجودة. وخاصة بعد أن تأكد أنه خارج اللعبة السياسية. وليس له دور الآن. بعد الهزايا من المتكررة التي منى بها في الغرب الليبي. في ترهونة وفي الوطية. المعسكر هذا لدور مهم في الجنوب الليبي. منطقة تباري. منطقة استراتيجية في الجنوب الليبي. فهو يحاول إثبات داتا من خلال هذا الهجوم. وهذه القوة التي خرجت من الجفرة. واتجهت إلى أوباري. وهاجمت هذا المعسكر في أجراء اليوم. السيادة الأعميد. إذا استطعت قوات حفتر الاستلاء على المعسكر في أوباري. هل هذا معناه أنه عاود مرة أخرى للعمليات العسكرية للحرب بينكم وبين قوات حفتر؟ أم ماذا؟ نحن لا نريد الحرب. نريد السلام. نريد أمن واستقرار ليبيا. ولكن فرضت عليه الحرب. فنحن لها بعون الله سبحانه وتعالى. قواتنا جاهزة. ننتظف التعليمات فقط. ريسر الكارين عام. ووزير الدفاع والقيادة على الجيش الليبي. أرى أن تقوم قواتنا بالهجوم في اتجاه. فكل قوات بركاء الغضب وعملية تحريص الجفرة ستكون جاهزة لردع لهذا المتمرد وميليشياتي. ما حقيقة المعلومات التي جاءت في الكثير من المواقع الإخبارية بأن قوات حفتر رفعت حالة الطوارئ والاستعداد لكافة وحداتها العسكرية في منطقة الخزان إلى الغرب من سرد. قوات حفتر مازالت الفاغلر والروس. مازالوا متواجدون في قاعة القردبية. مازالوا متواجدون في مطار سرد الدولي. مازالوا متواجدون في بعض المدارس وبعض الأماكن. صحيح أنها مختفو في الشارع العام داخل مدينة سرد. وعلى نظار المواطن العادي في الشوارع الروس لا يتواجدون كالسابق. ولكن قوات حفتر لم تسحب أي من عسكرية من داخل مدينة سرد والجفرة. بل هناك تحركات أو مناورات عسكرية تقوم بها ما بين سرد والجفرة. فنلاحظ تحرك الرتال العسكرية وقوات من سرد إلى الجفرة. والعودة كذلك تبادل القوات. لدينا معلومات مؤكدة عن وصول طائرة أجنحة الشام. وهذه الخطوط معاقبة دوليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك طائرة عسكرية طائرة تبع الخطوط الشام. انتقلت من دمشق إلى بنغازي. فالسؤال نفسه الآن. ماذا يوجد في دمشق؟ هل توجد أدوى وأغضية؟ أو يوجد كما يقول ليبيون كريب وبريوش؟. لا يوجد في سوريا ألا المرتزقة والدخائر والأسلحة. حفتر مازال يجند. مازال يتعامل مع المرتزقة بعد توقيع اتفاق خمسة زياد خمسة. وبماذا تشي مثل هذه التحركات من قبل سوان الفاغنر أو ميليشيات حفتر من وجهة نظريكم تحديدا في سيرت؟. تشي بأنه وقع الاتفاق. ولكن ليس لديه. لا عهد. ولا ميتاق. مع توقيع مندوبيه ومسؤوليه الذي بعتهم في اتفاق خمسة زياد خمسة. وقعوا الاتفاق. يا أخي الكريم الاتفاق ينص صراحة نقاط اتفاق خمسة زياد خمسة. يقول سحب المرتزقة والجنجويد والروس من سيرت والجفرة. إزالة للغام وفتح البوابات. لماذا لم يتم تطبيق النقطة الأولى والثانية؟. وهي سحب الجنجويد والروس. وإزالة للغام. ومتم فتح البوابات. فالسؤال يوجه للمتحدة. ومن وقع الاتفاق من طرف قوات حفتر. ليس لديها معهد والمتاق. ولو كان لديها معهد والمتاق. لقاموا بسحب المرتزقة. وإزالة للغام. وفتحة الطريق. بعد ذلك ليأتي الليبيين. والتزال السواتر بين الشرق والغرب. أنتم كعسكريين. سيادة العميد عبدالهادي. كيف تنظرون للمفاوضات السياسية الدائرة الآن؟. حتى على الأقل بين أعضاء مجلس النواب. والتي من الممكن أن تقام في إقدامس خلال اليومين القادمين. هل تنظرون إليها نظرة إيجابية أم لا؟ نحن نتمنى أن تكون نظرات إيجابية. نتمنى أن تكون النتائج إيجابية. حتى نرفع العناع على المواطن الليبي. التي افتقد إلى السيولة. افتقد إلى المرتبات. افتقد إلى شيئ كثيرة. ولكن أقولها بكل صراحة عبر شاشتكم. بأن السياسيين لديهم الآن أكثر من أربع سنوات. وهم في اجتماعات وحوارات من المغرب إلى سويسرا إلى جنيف إلى ألمانيا إلى تونس. في كل دول العالم قاموا بالحوارات والسياسية. ولم ينجحوا. لكن نتمنى نجاحهم في إقدامس والاتفاق. حتى يعمل أمن والاستقرار. نحن كعسكريين قمنا باتفاق خمسة زياد خمسة. في فترة وجهة جدا. استطعنا وقفة طلق النار. ولكن اليوم خرقت وقفة طلق النار. ونحن لم نخترق وقفة طلق النار. فنتمنى من السياسيين أن ينظروا إلى مصلحة ليبيا. قبل مصالحهم الشخصية. وقبل مصالحهم النظر إلى الكراسي والسلطة. سيادة العميد سؤال الأخير. فيما يخص حفتر وموقعه القادم. إذا كان سيكون له موقع. هل ستقبلون التعامل معه. إذا فرض عليكم من جانب مخرجات العملية السياسية الدائرة الآن. وإذا بقى في مكانه كمسؤول عن ما يسمى بالجيش الليبي. هل ستقبلون التعامل معه أم لا كعسكريين؟ نحن كعسكريين أو حتى كمدنيين يا أخي الكريم. بعد هذا الدمار الكبير وما حتى في طرابلس. أكثر من عشر ألف عائلة مهجرة الآن. أكثر من خمس ألف قتيل ما بين الشرق والغرب. تدمير البنية التحتية. تدمير النسيس الاجتماعي في ليبيا. من سيرضى بحفتر؟ سأل الطفل الصغير أو العجوز الكبير سيرضى بحفتر أن يكون في المشب؟ نحن نرفض حفتر رفضا قاطعا. وسوف لن يكون هناك عسكري حر يرضى أن يكون تحت أمر حفتر. وإضافة إلى ذلك حتى حسب المواطيق والقوانين الدولية. إذا نضر للسن القانونية فهو عقيد متقاعد. إذا نضر للجنسية فهو يحمل الجنسية. إذا نضر للرتبة لا يحمل رتبة. وليس من اختصاص أن يكون رتبة جنسية أمريكية. وليس من اختصاص عقيدة صالح أن يرقيها لرتبة مشير. فكل الأشياء قانونيا وإنسانيا حفتر لا يحق له أن يبقى في المشهد الليبي. بعد أن دمر النسيج الاجتماعي وفعل ما فعله بالليبيين. الآن هو سبب كل ما فعله بالليبيين. ما أكثر من ما فعله الطاغية السابق مع مرقى الدفي. العميد عبدالهادد رأى المتحدد باسم غرفة عمليات سرطة الجفرة. كنت معي عبر الأقمار الصناعية من مصراطة. شكرا جزيلا. ومازلنا مع الملف الليبي وينضم إلينا عبر سكايب من طرابلوس. الدكتور محمود إسماعيل الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية. وحييك دكتور محمود لعلك. مرحبا أهلا وسهلا بك دكتور. كنا استمعنا إلى وجهة النظر العسكرية في تحرك حفتر ومحاولة الاستلاء على أحد المعسكرات في أوباري. من الناحية السياسية كيف تقيم هذه الخطوة من جانب حفتر؟ بكل تأكيد هي دلالة واضحة تعطي بعد رئيسية ورسالة واضحة إلى المجتمعين سياسيا. في غدامس أو في غيرها مؤدها أنه لا يمكن اتقى في حفتر. ولا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية في ظل وجوده. ولا يمكن إلا الصيرورة إلى إمكانية إما أن يقبض عليه. إذا كان المجتمع الدولي جادا في مساعدة الدولة الليبية. فعليه أن يلجأ إلى علاج أصل الإشكال دون اللجو إلى القشور. ومن هذه الزاوية لزاما التوجه بداية ونهاية إلى القول بأنه قرارات مجلس النواب الذي كان أو يتغل إلى الاجتماع يوم الغد. سيكون لزاما عليهم بعد تغيير رئاسة الخاصة بالبرلمان أن يصدروا قرارا صريحا بتغيير أو إلغى وظيفة ما يسمى بالقائد العام. هذا من زاوية ومن زاوية ثانية لزاما أن يكون هناك عققا وعدالة. ولزاما أيضا على البعتة أن تلتزم أيضا الحيادية وأن لا تتجه بإمكانية الكيل بأكثر من مكيال. خاصة ما نحن نتكلم على اعتداءات وخروج علام وتوافقات. مع أن هذه التوافقيات ضد هشة لأنها لم يكن هناك ولن يكون هناك شريكا فاعلا يؤمن بسلام. واقع عملي أن أشكال ليبيا يجب أن ينصب أساسا على علاج أصل المشكلة المتمثلة في أن يكون هناك قبض على حفتر ومحاولة قدر الإمكان مساعدة المجتمع الدولي. وأن يكون هناك علاج لأصل الإشكال كما أسلفت من زاوية ثانية هذه الاجتماعات المتكررة. نحن نتكلم على ثلاث مسارات مختلفة الجوارب خاصة وأن هناك جانب ما يتعلق بالبعتها وأيضا اجتماعات في غدامس وأيضا دعوة من قبل عقيلة صالح للاجتماع في بنغازي. فهل هي متضاربة أم هي متكاملة أم هي متكافية؟ كل ذلك مدعا إلى القول بأن العملية السياسية هناك اضطراب بها. ولكن هناك مشهد لا بد أن يتغير. وهناك اتجاه إلى آليات التغيير. لكن الطرق المتخدة يجب أن يرجع بها. طيب دكتور. وأن تكف أيضا البعت في عملية أن يكون هناك ملكية للليبيين على العملية السياسية. لا أن تكون مملكة للبعت ولا لغيرها من الدول. إلى أي مدى يستطيع حفتر أن يفجر العملية السياسية والمفاوضات الدائرة الآن. أن يعرقل هذا المصار. هل هو قادر على ذلك؟ أدأني أقول بأن حفتر ليس كصنيعة حفتر. وإنما الدول الداعمة لحفتر هي التي تحاول وقدر الإمكان اللعب بمشهد الليبي. وتحاول وقدر الإمكان إذكاء نار الفتنة من زاوية. وفرض نوع من التحركات من أجل إعادة فرض أو تعغير أوراق أو محاولة قادر الإمكان للحديث جهوريا. بأنني أنا هنا وأنا موجود وأنا أستطيع. ولذلك كلف سحبان بالتوجه لما يتعلق بالجنوب. محاولة إلى خلق نوع من الزوبعة وإن كانت بفنجان. واقع أن حفتر هزم من المهم جدا أن يكون هناك وضوع متفافية وصراتيجية واعية. في تعامل أيضا القيادة الموجودة بالدولة الليبية وعلى رأسها رأسة الأركام والمجلس الرئاسي ومجلس النواب الذي سيشن مع بغدامس. كل ذلك مذعاة إلى القول لا يمكن وجود هدوء ولا عملية سياسية في ظل الموجود أفتر. ويجب أن يكون هناك ردود حقيقية ينتظر الليبيون بيانا واضحا من قبل المجلس الرئاسي ومن قبل رئاسة الأركام. ومن قبل أيضا المسؤولين في الدولة الليبية. وهناك أيضا لزاما أن المجتمع الدولي عليه أن يصدر إجراءات تليق بحجم تظفيات الليبيين. لا يمكن أن ترتهن ليبيا لعقر ولا لغيره ولا لعصاباته. وهناك مدعاة أيضا إلى التوجه بأن العملية السياسية في ظل البعث التي اختارت جزءا من المشعر والحاليين اجتماع مجلس النواب الذي سيغير أيضا رئاسة البرلمان. وأيضا عليه أن يغير قيادة ما يسمى بالقيادة العامة إلى التقاعد وأن يحيلها إلى المحكمة. فكل ذلك مدعاة إلى تفاؤل ولكنه تفاؤل مشوب بالحضر. الدكتور محمود إسماعيل الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية. كنت معي عبر سكايب من ترابلوس. أشكرك شكرا جزيلا. المسايا مستمرة مشاهدين الكرام. بعد قليل متابعة للانتخابات الأمريكية وفيها ترامب يقول أود العودة إلى البيت الأبيض بعد ثلاثة أسابيع. ولا أطيق لانتظار الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024. سنستعيد مجلساً لواب في عام 2022. وفي 2024 سنفوز بالبيت الأبيض مجدداً. بل آمل أن لا أترشح وقتها. فقد قال لي صديق لا تجزع سيدي فأنت متقدم في استطلاعات الرأي. وستفوز بانتخابات 2024. فرددت عليه لا أريد الانتظار حتى عام 2024. بل أود أن أعود إلى ما كان عليه الأمر قبل ثلاثة أسابيع. ترجمة نانسي قنقر